لو الحكاية فيها إن فيتو أوباما ووزيرة الخارجية فترة من فترات إيلار جلينتون كانوا مؤرطين باعترافهم في علاقة مباشرة لدعم جماعة الإخوان المسلمين هذا وفقاً لنظرية في السياسة الأمريكية تعتقد أنه يمكن إدماج الإخوان المسلمين في الحياة السياسية وأنه يمكن أن يتعلموا الديمقراطية إذا مارسوا السلطة وقد ثبت فشل هذه النظرية في كل البلدان التي حاولوا تطبيق هذه المسألة أذكر هنا فقط بأن التجربة الأولى كانت في قطع غز في انتخابات 2006 وحذرنا في ذلك الوقت من أن الإخوان المسلمين إذا صعدوا إلى السلطة وفقاً لانتخابات فإنه لم يتركوها لسببين الأول لأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية قد جربنا سابقاً في انتخابات الجزائر عندما فازت جماعة الإنقاذ وسئل علي بالحاج وكان الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ حاول مستقبل الديمقراطية في الجزائر فقال نحن لا نؤمن بالديمقراطية وهذه آخر انتخابات ديمقراطية المرشد العام في مصر العاكف قبل المرشد الحالي سئل أيضاً حول مستقبل الديمقراطية والمعارضة فاستخدم ألفاز بذيئة سنضربهم بالحزاء ولا توجد ديمقراطية إلى آخر هم من ناحية العقيدية لا يؤمنون بديمقراطية واعتبرونها نظرية غربية وبعضهم يقول أنها نظرية غربية صلبية إلى آخر من جهة أخرى هم لديهم مشروع للسلطة مشروع ما يسمى بالتمكين وهذا المشروع إذا تمكنوا بالفعل فمن المستحيل أو من الصعب أن لم يكن من المستحيل إخراجهم في